السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي في توقعات جديدة لمسلسل قطاع الطرق لن يحكم العالم بالإضافة لمراجعة خاصة لأهم أحداث الموسم الخامس لنبدأ أول نقطة يجب الحديث عنها أن الموسم الخامس قد يراه البعض بأحداث مكررة وعدو جديد لم يظهر وجهه حتى الآن لكن يجب التنبيه إلى أن التطرق للعدو المسمى داهلان يثبت أن المسلسل سيتوجه لأحداث سياسية عميقة أكثر فشخصية داهلان لن تكون مجرد شخصية خيالية بل ستكون تمثيلا لواحدة من أكثر الشخصيات المطلوبة في تركيا في العالم الحقيقي 700 ألف دولار هو المبلغ الذي وضعته تركيا مكافأة مقابل القبض على محمد داهلان المتهم بتقديم دعم مالي للمعارض فتح الله جولين من أجل مساعدته في الإنقلاب الذي حدث سنة 2016 ولكي أوضح لكم اتجاهات أحداث المسلسل لنفترض أولا أن طاولة السلاح في المسلسل هي بمثابة طاولة للحكم في تركيا وأنه في زمن قيادة أونال كابلان كان يرجح دائما الحلول السلمية بالحوار والمصالح المتبادلة ثم بعدها عندما أصبحت تحت قيادة الريز خضر أصبحت الطاولة مستقلة تماما ولا تخضع لأي شروط مع القوى الكبرى بهذا بدأت الأحداث تتجه نحو محاولات قتل خضر منذ الموسم الثالث بعد أن فشلوا في محاولات إقناعه بالاتفاق معهم فكانت حملة الهجوم تحت قيادة أمريكا في الموسم الثالث بعملائها الذين رأيناهم مثل سام الذي حاول قتل خضر في الحلقة الأخيرة للموسم الثالث لكنه فشل ثم أصبحت الحملة تحت قيادة الموساد في الموسم الرابع حيث أعطت أوامر لعملها المتخفف في الطاولة أتاش بقتل خضر فشل هو أيضا ثم محاولات زكي الذي قتله خضر في نهاية الموسم الرابع ثم في الموسم الخامس أصبحت الحملة تحت قيادة تحنان الذي أوكل لرجوله في تركيا فياس مهمة التحكم في الطاولة والقضاء على خضر فرأينا كيف كان فياس حريصا على أن لا يكشف مثل ما حدث مع أتاش لكن في الأخير كانت النتيجة نفسها وفشله أيضا في محاولة قتل خضر وبهذا أرى أن الأحداث ستذهب نحو واحدة من هذه الأوضاع يا إما ستذهب الحملة الشرسة نحو خضر لجهة أخرى مثل ما حدث سابقا وبهذا لن نرى شخصية دهلان على الأقل في الموسم السادس أو إما أنه سيظهر في بداية الموسم السادس وسيرين الكاتب أنه مجرد بيدق من بيادق أمريكا والموساد وبهذا سيكون العدو في الحلقات الأولى من الموسم وأنا في الحقيقة أرجح الاحتمال الأول حيث لن يتم السماح للتدخل المباشر لدهلان ضد خضر وذلك بسبب المعلومات السرية التي لديه فلن يتم المخاطر بظهوره واحتمال القبض عليه لا سيما بعد أن مات أشخاص مهمون له وهم فياز وصامويل والجزارين وبهذا لا شك أنه أضعف من قوته كثيرا الشيء الذي يعطي احتمال إعطاء مهمة قتل الخضر لقوة أخرى هذا كان فيما يتعلق بالأعداء الموسم الخامس رأينا فيه أيضا نقاط إيجابية عديدة ولعل أبرزها شخصية دهان والذي شكل حواره مع ألب أسلان نقطة واضحة في أن عودة ظهور الفدائيون وكشف أسرار كبيرة بات على الأبواب لكن للأسف مع البداية في ذلك السيناريو تفشت جائحة كوفيد-19 ما أدى لتأجيل السيناريو وتوقف تمثيل الممثل علي سورميلي مؤدي شخصية دوغان وأيضا مؤدي شخصية شهين آغا ومؤدي شخصية الأم خيرية فاستبعد الممثلين الطاعنين في السن لإبعاد الخطر عنهم وأيضا شخصية أزلام وإنشتي والتي سرحت بعض المواقع بأنهم مصابون بالرب فكان لابد من استبعادهم أيضا فأعتقد لولا الوباء لكانت ستبدأ مرحلة جديدة تخص الفدائيون وألب أسلان والقصة كاملا لهذا تم تأجيل كل هذا للموسم السادس والذي أوحى أن السيناريو سيذهب نحو تداخل كبير بين الجهات السرية والتي لا شك في وجودها والتي لها علاقة قديمة مع عائلة شاكربيلي منذ زمن والد ألب أسلان وحتى ربما منذ زمن والد خضر فكل شيء فيما يخص القوى السرية ممكن لأن الكاتب له ركائز قصة قوية جدا وفي الحقيقة أنا محتار لماذا لم يوظفها الكاتب بعد من النقاط الإيجابية في الموسم الخامس أيضا هي انضمام زوبير شاشماز للإخراج في المسلسل وهو شقيق راجي شاشماز الكاتب والمنتج السابق للمسلسل والذي انفصل عن إنتاج المسلسل في الموسم الرابع والصحف حينئذ قالت أنه بسبب مشاكل مادية تحولت لخلاف بين قناة آتيفي وراجي لكن لو كان ذلك صحيحا لم انضم شقيقه للإخراج الآن وأصلا لكان المسلسل توقف نهائيا لأن راجي شاشماز ليس شخصية يمكن لأي قناة افتعال مشاكل معه وصدقوني أن سبب انسحابه من الإنتاج لا يزال مخفيا وغير واضح إلى الآن ومع أنه لا يشارك في كتابة الحوار الآن في المسلسل لكن أعتقد أنه لا يزال هو من يسير المسلسل نحو الاتجاه المرسوم له وسيناريو الدهلان أكبر دليل على ذلك فراجي شاشماز هو من يضع مثل هذا السيناريو السياسي والذي له علاقة بالأوضاع في المنطقة لكنه حاليا لا يكتب الحوار في المسلسل واختفاء الحوارات الحكيمة لشاهن آغا مثلا خير دليل على ذلك وحقيقة في الفترة الأخيرة زادت قناعة بأن راجي شاشماز تصالح مع شقيقه نجاة شاشماز وأنهم يستعدون سوية لعودة الوادي وأن هذا سبب انسحاب راجع عن قطاع الطرق مؤقتا لكن لا يوجد أي دليل أو تصريح على ذلك بل هذه مجرد قراءة بسيطة رأيتها خلال هذا الوضع أيضا في الموسم الخامس رأينا إنهاء دور مريم بموتها وبعد المشاكل التي حدثت معها سابقا وإبعادها عن المسلسل كان متوقعا حدوث هذا ولعل هذا كان نقطة إيجابية فبهذا أنهى الجدل الواقع بين المتابعين أنها ستعود وطلبات الجمهور بذلك ولأن ذلك كان مستحيلا كان على الكاتب إنهاء دورها نهائيا أيضا في الموسم الخامس تلقى المسلسل أقوى ضرب منذ بدايته فبوفاة المماثل القدير طارق لأغلو فقد المسلسل أقوى شخصية فيه والذي كانت وفاته خسارة كبيرة للمسلسل بشكل خاص وللتمثيل في تركيا بشكل عام ولعل أفضل ما فعله كاتب قطاع الطرق بعد هذه الخسارة أنه لم يحاول وضع شخصية أخرى بنفس الجانب الذي كان يؤديه أونال وإلا كانت ستكون خسارة للمسلسل أكثر من ما وصلت إليه بل جعل كل السيطرة والحكم لخضر ولم يأتي بشخصية من العدم تكون مساوية للقرارات مع خضر مثل ما كان أونال نأتي الآن للحديث عن الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس أولا كان واضحا أن انقلاب حشمة وتيبي على خضر هو خطة من خضر لكن وجود دوفان ورأفة في الخطة لم يكن واضحا وفعلا تبين في الحلقة الأخيرة أن خضر أخبر حشمة وتيبي بالخطة فقط أما رأفة وطوفان فهم اتصلوا بخضر ولم يريدوا خيانته وهي نقطة أعجبتني جدا قد تكون أرجعت لشخصية دوفان بعضا من حقها بعد الذي حدث معه في الموسم الخامس وربما الآن يتقبل البعض عودته بجانب خضر وأيضا ارتحن لرأفة من جهة أخرى وتم استبعاد خيانة جديدة في الموسم القادم والأحداث المتعلقة بالخيانة والتكرار الممل لكن خطة الريس أعتقد أنها بيّنت أنه لن تحدث خيانة أخرى مع من بقوا في الطاولة أجمل شيء كان في الحلقة الأخيرة هي الحوار الذي كان بين خضر وألب أسلان ومحاولة إقناع خضر أن يترك ألب أسلان كل شيء ويذهب حتى لا يفقده هو أيضا ويموت مثلما مات الكثير من أحبابه وحينها يأتي واحد من أجمل مشاهد الفلاشباك في المسلسلات التركية والذي كان فيه عشر دقائق كاملة شاهدنا فيها كل الشخصيات الجميلة التي ماتت فكانت مشاهد حزينة لشخصيات كانت كأنها حقيقية فقد عشنا معها سنوات طويلة ولا شك أن كل عاشق لقطاع الطرق قد تأثر بمشاهد الفلاشباك هذه والتي احتوت على سلسلة من الموسيقى التصويرية الأجمل في المسلسل وأيضا تعابير خضر بعد كل مشهد والدمع عالقة في عينيه حقيقة كان مشهدا مؤثرا جدا وفكرة جيدة جدا وضعوه في نهاية الموسم لكني لاحظت وجود شخصية وحيدة فقط لم تموت بل غادرت لأمريكا لكنها ظهرت في مشاهد الفلاشباك وهي شخصية سوزي وكما لاحظنا في مشاهد الفلاشباك هاته كانت خاصة لمن انتهى دورها وماتت ووجود شخصية سوزي معهم تعني انتهاء دورها نهائيا لكن عدم وجود شخصية يشار وتذكره هنا اعتقد انها تؤكد عودته للمسلسل وان دوره لم ينتهي لا سيما بعد ذكر الوحيدين وابوهم دغان وكيف هو حزين بسبب ما فعله يشار بزواجه حيث قال انه اصبح مثالا سيئا للوحيدين فاتمنى عودته للمسلسل كما عادت جيلان ورأينا كيف كانت نقطة جميلة جدا وكانت قد اختفت هي ايضا في الحلقات الاخيرة من هذا الموسم بسبب الوباء هي ايضا مثلها مثل باقي الشخصيات التي لديها مشاكل صحية اذا هذه كانت كل النقاط التي استطعت مراجعتها وتحليلها في الموسم الخامس اذكروا لنا انتم ايضا اعزائي رأيكم كيف سيكون سيناريو الموسم السادس وتوقعاتكم في التعليقات بهذا نصل لنهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا بما استطعتم والى اللقاء